السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام السعيدة بلقاءكم كيف العدد في فيديو جيد وفصفة جديدة مرحبا بكم في قناتكم ومطبخها اعطيقا كنتم من يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال بصيحة جيدة يارب ان شاء الله اليوم سنقتر عليكم بإذن الله سيجار بالكفتة والخضر من ارواح الحجوات السيجار اللي يجيبنين بزاف مقرمش وكذلك سيجي بحشوة اللي يلديدة بزاف على بركة الله نبدأ بصيرات المقادم بعد منهم بطريقة كنتم لكم فرجة ممتعة على بركة الله تنخذ ميقلات كنعملو فيها زيت زيتون زيت نباتي بصلاة مشلدة وشوية الملحة نخليه الكل اللي حتى يتشحر بعد اني قطح لنا البصلا نضيفو عليها جوج حبات الجزر اللي حكيتهم بشكل طولي وكذلك جوج حبات ديال كورجيت او اللا قرعة الخضرة اللي حتى يحكيتها بشكل طولي نضيفوه على البصلا ونحاول انني نخلط هذه المكونات يعني هاد الخضر هادي باش تشحر من بعد مني نخلطه هاد الخضر مع البصلا نغطي على هاد الخضر هادي ونخليه حتى تشحر وكتحلينا مع هاد البصلا من بعد مني نزلي هاد الخضرة يزوه مع الكورجيت او القرعة الخضرة نزيد عليها فلفلا واحدة حمرة اللي نكون شوية نقيناها وقطعناها مكعبات سرحم بهالطريقة هادي كد يبنينا بزاف يعني احسن انكم تضيفوها خضرة وكن نضيف ميتين وخمسين جرام ديال الكفتة يعني الكفتة الكمية كسبقها لحسب الرغبة ديالكم ضيفوه ميتين جرام ميتين وخمسين لحسب انتم ما شحل ديال السيجار بعتوا تصاوبوه غادي نحاول نفتتها ديال الكفتة وغنزيد عليها التوابير شوية ديال سكنجبير اسمع القام كل حاجة سكنجبير خرقهم بلدي السودانية اللي مكيف غيش ممكن ما يضيفهاش الملح نفل والضفط غير شوية فقط سنضيف جرام حميرا وشوية ابزر هما التوابي اللي سنحتاج سنفتتها ديال الكفتة مزيدا لاحقا نفتت الكفتة ديالي نزيد عليها معلقة صغيرة لديها السلسات الصوجة انت بقى اختيارية ولكن ستعطي واحد المعطاق بني لديها الحشوة وكما نضيف معلقة كبيرة لديها الكفتة كم قطعين نضيف مية كرام الشعرية الثانية نضيف مية كرام الشعرية نضيف مية كرام الشعرية بحشوة ايضا و شعرية المكونات تشربت و و نجعلها حتى تبرد و مباشرة بعد ان تبرد حشوة ثم نضيف المتظار و الفرماج حمر و نستطيع هذه الورقة و نستعمل هذه الورقة صغيرة ان تقسمها على 4 و نستعمل هذه المتظارة مباشرة سوف نضيف المرقة تباكبه نضيف المرقة ايضا نضيف المرقة جواني نحاول أن نسودي هذا السجر بشوية ديال الماء نخلط مع الدقيق بشوية ديال الماء يعني من يكون كنقليها ما تتحلش ليا بنفس الطريقة غنخدم معكم واحدة اخرى أنا ما غديش ندهن الورقة لأنها هذي جامد هنا إلا أني اختيتها أنا فيها شوية يزيد إلا كنتو غادي تعملونه الفورن من الأحسن تدهنوهم إلا كنتو غادي تقليهم ورا ما يحتاج كنحاول أنني نغطي هذوك الجوانب بالورقة وكننحاول اللف يعني الفيديو شارح نفسه من الأحسن أنكم نتو ما تلفو تحاولون أنكم تتزيروا شوية غير شوية ماشي بزاف وتندهن في الآخير بشوية ديال الدقيق لأنه غادي نقليهم ما بايتهم شي تحللية في الطياب إلا كنتو غادي عملوهم في الفورن ماشي مشكل ممكن أنكم مديروا لهم لا دقيق لا تحاجة فقط كتحتهم على البلاسة أو على المكان اللي انتم طويتوا فيه الورقة ديالكم أو للسيجار ديالكم بنفس الطريقة غادي نكمل جميع الوحدات اللي عندي ديال السيجار هذا هو الشكل اللي انهم بعد ما ساليتهم غادي ندوزو ديال نقليهم بنسبة الطريقة ديال القلي ممكن تقليهم مباشرة كيف ما وما نحاولو نوضعوهم في الزيت اللي تكون سخونة ونقليهم من الجهتين حتى يتحمروا يعني هذه الطريقة من بعد مني كي يتحمروا النام الأسفل كنقلبوهم باش كي يكملوا الطيب ديرهم وكي يتحمروا من جهة الاخرى هذا هو الشكل اللي لهم نهائي من بعد ما طابو كي يجيهم قرمشين كي يجيهم حمرين ولدادين بزافزين ثم شوية الفرماج الأحمر من الفوق كي يبقى تزين دائما على حسب الرغبة ديالكم اشتركوا في القناة وكذلك يفعل جرس باش يوصلوا كل جديد لايك الفيديو لعجبكم ولا عندكم اي سؤال خلي وليه بالتعليق ان شاء الله غدينجاوبكم تماما اتمنى لكم تماما الصحة والعافية وانتلقى بإذن الله في الفيديو القادم الى اللقاء